وفي تطورات الأزمة الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط ثلاث طائرات مقاتلة أوكرانية في منطقة ميكولايف وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي إيغور كوناشينكاف خلال التقرير اليومي عن تدمير تسع مستيارات أوكرانية في عدة قرى بمنطقتين خركاب ودنائسك وإعتراض خمسة صواريخ باليستية بمنطقتين لوهانسك وخيرسوند وأضف كوناشينكاف أنه تم استهداف 11 عقعا عسكريا ووحدات مدفعية بمواقع إطلاق النيران في 12 منطقة بالإضافة إلى مستودع ذخيرة بالقرب من قرية سيفرودانسك وسبع مركبات مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بمنطقة سربوكيا أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية تنفيذ 1700 غارة جوية ضد مواقع روسية منذ بداية العملية العسكرية بفبراير الماضي وقالت القيادة في بيان لها قالت أن الطائرات الهجومية التابعة لسلاح الطيران الأوكراني استهدفت العديد من المواقع ومستودعات الذخيرة والمعدات الروسية خلال غاراتها منذ بداية العملية العسكرية وأضافت أن الطيران الأوكراني ضمر مستودع ذخيرة لمجموعة من القوات الروسية على محور بوه الجنوبي ومخازن أسلحة ومعدات عسكرية في اتجاهي إيزيوم ودونسك بالإضافة إلى تدمير ما يصل إلى 30 قطعة من المعدات وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية استبعد وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا تنازل بلاده عن أراضي للورسيا في إطار أي اتفاق سلام مضيفا أنه لا توجد محادثات السلام جارية بين موسكو وكييف وشدد كوليبا على أن هدف أوكرانيا هو تحرير أراضيها واستعادت وحدتها والسيادتها الكاملة في شرق وجنوب البلد مؤكدا أن ذلك هو الهدف النهائي لموقف كييف في التفاوت قال مدير وإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إلتشيف إن روسيا تدرس إمكانية دفع مساهماتها للأمم المتحدة بالروبال وأضاف إلتشيف أنه يجرى النظر في التحول إلى دفع المساهمات الروسية بالروبال ويعتمد ذلك إلى حد كبير على مدى استعداد وقدرة شركائنا بالأمم المتحدة على قبول المدفوعات بالعملة الروسية وأن روسيا تدفع مساهمات لميزانيات وكالات الأمم المتحدة بالكامل وكلما كان ذلك ممكنا في الوقت المناسب أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية ديمتري برشيفسكي أن موسكو توصل العمل بنشاط مع لتوانيا والمفوضية الأوروبية لإلغاء حضر عبور الشاحنات إلى كالينجراد وقال برشيفسكي أن العمل الدبلوماسي الناشط مع المفوضية الأوروبية ولتوانيا مستمر مؤكدا على ثقته في حل القضية في المستقبل القريب وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا قالت إذا لم يستقر الوضع فيما يتعلق بعبور الشاحنات في الأيام المقبلة فإن روسيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد دالتوانيا والتي تم الانتهاء من الإعداد لها بالفعل أعلنت ألمانيا عن توقفها عن شراء الفحم الروسي في الأول من أغسطس المقبل وأعلن نائب وزير المالية الألماني يوركوكيس خلال مؤتمر صحفين بسيدني أعلن أن بلاده ستتوقف أيضا عن شراء النفط الروسي نهاية ديسمبر المقبل وأضف أن الفحم الروسي كان يشكل في السابق 40% من منزيج الفحم الألمانية بينما يشكل النفط الروسي 40% من منزيج البلاد النفطية وتسعى ألمانيا بشكل سريع إلى تطوير محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في سد فجوة إمدادات الغاز